وقعت هيئة قناة أسويس مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكي للملاحة لتوفير إطار للتعاون في مجالات الاستدامة البيئية وإزالة الكربون وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة أسويس حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة في مجال النقل البحري في المجالات الملطبطة بالاستدامة البيئية تمهيدا للإعلان عن قناة أسويس القناة الخضراء من جانبه أكد نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة أن دعم التحول الأخضر للقناة ينعكس على استدامة التجارة العالمية معربا عن فخره بتعاون المكتب الأمريكي للملاحة كمركز بحري مع قناة السويس وذلك لتعزيز التجارة الفعالة والمستدامة ومواجهة التحديات البيئية المختلفة ذات الصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر